هنأخذ بعض الأخبار الخاصة بالأهلي كابت الخطيب من يعني مبارح كان فيه اجتماع مع مستر فيلر وكان الكلام كله كان على فكرة وما كانوا قاعدين في مكان مفتوح والقاعدة كانت فيها ود بشكل كبير كانت تصير عفزه وأيضا مستر فيلر وكلام على الفترة القادمة الفترة القادمة الصفقات الجديدة اللي محتاجه مستر فيلر إيه اللي هيكون موجود المعارين إيه اللي هيحصل فيهم اللي هيبقوا موجودين واللي ممكن يعاروا مرة أخرى ده كان مضمون القاعدة بالنسبة ليه كابت الخطيب وكابت سال عبد الحفيز وأيضا مع مستر فيلر اللي ممكن هو طبعا لسه حتى الآن ممدتش عقده مع النادي الأهلي وهو بعد أو ممكن بكرة أو بعد هيكون فيه هيسافر لبلده عشان يطمن على عيلته وهيكون من خلال السفرية دي برضو اجتماع مع عيلته هو يجتمع النهاردة مع رئيس النادي وحط بعض الأمور الخاصة باللعبين والملفات اللي موجودة داخل كرة القدم في النادي الأهلي وعودت أيضا الدوري وعودت أيضا دوري أبطال أفريقيا اللي موفود اتحاد الأفريقي حط بعض المقترحات أو مقترحين لها عودة مرة أخرى السفرية دي هتكون لها عوامل كتير إنه هو أحد أسباب إن الدين متأخرة شوية بالنسبة للمستر فيلر إنه هو يشوف وضع عيلته إيه هل عيلته لأن غالبالكه برضو هم الناس هناك وضعهم مختلفة لازم بيسألوا العيلة هل هيتكيفوا إنه هو هيجيبهم معهم مصر ولا يفضلوا قاعدين أمور كتير جدا فبالتالي مستر فيلر في سفريته هيسأل عيلته ممكن على فكرة عيلته تقول لا إحنا مش قادرين إن إحنا نبقى موجودين في مصر أو كده فبالتالي الراجل ممكن في وقت من الأوقات يقول لك لا خلاص أنا عندي عروض تانية في أوروبا مثلا عندي حاجات تانية في أماكن تانية لكن حتى الآن هو الراجل موافق على تمديد العقد مع النادي الآلي ولكن مع أنه ياخد الرأي العائلة بتاعته في سويسر هذا بالنسبة لمستر فيلر وقعدت كبت الخطيب وأيضا سفره خلال أيام لسويسر واحد برضو من اللعيبة المميزين اللي احنا كنا نتكلم عنه في فترة فاتت وعودته مرة أخرى للنادي الآلي محمد شريف بيطلب تحديد مصيره مع النادي الآلي طبعا محمد زي ما قلت في حلقة من حلقته واحد من اللعيبة المميزة جدا اللي كان ماشي مع النادي الآلي قبل ما يعار لنادي الآلي بشكل كويس كل ما كان بينزل كان بيجيب هدف مع النادي الآلي جايب تسع هدف حتى الآن هو وراء عبدالله السعيد اللي عنده 13 هدف في الدورة الممتاز جاي له طبعا عروض موجودة لمحمد شريف طبعا النادي الآلي أخذ قرار بعودته مرة أخرى للنادي الآلي لكن هو عنده عرض من الاتفاق السعودي عنده عروض أخرى من أندية أخرى لكن هو محمد عايز يحدد موقفه هل العرض اللي جاي له من برة النادي الآلي هيوفق عليه ولا هيكمل مع النادي الآلي في الفترة القادمة أيضا النادي الآلي بيطلب من اتحاد الكرة رد مستحقات علاج حمد فتح عارفين أن حمد فتح كان في معسكر من المعسكرات مع منتخب مصر وإصابة جات له إصابة في الملعب أثناء وجوده في منتخب مصر فبالتالي بتبقى مسئولية طبية والعلاجية للاتحاد المصر لكرة القدم فبالتالي النادي الآلي عالج حمد فتح ده وضع طبيعي لأنه مش هيسيب اللاعب بتاعه مصاب لغاية لما نشوف اتحاد الكرة هيطلع فلوس لأنه فيه إجراءات وقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة وفلوس بتطلع وبعد كده بتطلع للمحاسب بعد كده الفلوس بتطلع للنادي فبالتالي هو عالج حمد فتح ومنتظر الفلوس الخاصة به علاجه لأنه كان موجود في الوقت ده كان موجود في منتخب مصر خلينا نطلع للمحاسب